والحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا الآن مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ السيد علي اللامي أهلا بك سيد علي بداية كم دولة ومنظمة ستشارك في هذا المؤتمر؟ حقيقة مأظم منظمات الأمم والمتحدة المعنية بالشؤون التغيرات المناخية والصناديق الدولية المانحة والدول المانحة رغبة كبيرة جدا حقيقة في المشاركة في المؤتمر وتم تأمين مشاركتهم وتأكيد مشاركتهم جميع منظمات الأمم المتحدة العاملة ضمن بعثة العراق وقسم كثير أيضا سيأتي من خارج العراق هذا المؤتمر سيهدف إلى إطلاع هذه المنظمات والدول على الضرر اللاحق بالعراق بسبب شح المياه أم سيهدف إلى عقد اتفاقات مع هذه الدول وهذه المنظمات من أجل إطلاقات مائية أخرى للعراق هذه المنظمات حقيقة هي مهتمة بشؤون التغيرات المناخية العراق واحد من أكبر الدول أو من أكثر الدول تأثرا بموضوع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من واجبها هذه المنظمات أن تدعم العراق في تنفيذ الأجندة مالتة لتنفيذ مشاريع لمواجهة التغيرات المناخية والدعم قد يكون دعم مادي وأتوقع إن شاء الله الاتحاد الأوروبي عند إعلان جيد بهذا الخصوص خلال المؤتمر سيكون والدعم قد يكون فني واستشاري كثير من المشاريع سيكون هناك جهة دائمة لها يعني تتوقع أن تكون هناك مشاركات بمشاريع إروائية مثلا من هذه الدول أو من هذه المنظمات مختلف التخصصات حقيقة المنظمات الأمم المتحدة معنية في مأظم التخصصات الموجودة في مأظم حتى كل تخصصات الوزارات في منظمات مقابلة فلذلك يعني في بعضها أكو تخصص في الدعم مالته قسم يعني حتى يتعلق على سبيل المثال بقضايا الهجرة عندما يكون أمن مجتمعي يتهدد بسبب الجفاف وانتقال وغيره إنه كيف يحد من هذا الموضوع مشاريع تنفيذية أكو قسم من أدب مثلا بالزراعة ابتكار طرق وآليات زراعية تواجه التغيرات المناخية يعني فيه أمور كثيرة حقيقة ممكن تساعد الأمم المتحدة في تنفيذ طيب من بين هذه الدول التي ستحضر المؤتمر هل هناك منظمات أو وفود تمثل تركيا وإيران؟ حقيقة دولة سيد الرئيس الوزراء وجه أنه كانت الفكرة أنه يكون مؤتمر مشترك للدول الإقليمية والمنظمات الدولية لكن الرؤية صارت أنه يجعل هذا المؤتمر الأول يركز على الهم الوطني مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأنه ونهاية العام إن شاء الله في الخريف سيكون وهذا مقرر عندنا في الأجندة الحقيقة سيكون مؤتمر إقليمي للتعاون الإقليمي في مواجهة أثار التغيرات المناخية إذن أستاذ علي هل ترى أن هذا المؤتمر مؤتمر البصرة هو بمثابة بداية أو خطوة أولى في تدويل قضية المياه أو قضية شح المياه العراقية؟ حقيقة المؤتمر هذا معني بالتغيرات المناخية بشكل مباشر سيكون هو نقطة أو انطلاقة لحزمة من المشاريع التي تواجه آثار التغيرات المناخية والعراق في الموازنة المالية لعام 2023 ولأول مرة في تاريخ الموازنات دولة السيد الرئيس أمر بأن يكون هناك بند خاص في موازنة 2023 للبيئة والمناخ وتم رصد مبالغ بحدود أكثر من 6 مليار دولار لتنفيذ مشاريع متعددة تتعلق هنا أستاذ علي بأن مشكلتنا الآن مع تركيا أو إيران أو حتى سوريا تتعلق بشح مشترك للمياه أم تعمد بتقليص الإطلاقات المائية من هذه الدول؟ هو الجانبية المتوفر أولا الموضوع شح المياه حقيقة ليس بالعراقية حتى الدول الجوار تعاني من عندهم ولكن مع شح المياه للعراق حقوق تاريخية في المياه في الأحواض المشتركة في الأنهار المشتركة العابرة للحدود سياسات هذه الدول سياسات دول المنبأ لم تعطي اعتبارا حقيقي للاستخدامات المياه وحاجة العراق للمياه لذلك صار التأثير مضاعف هنا لا بد أن يكون هناك حقيقة تحرك قوي باتجاه هذه الدول للأسف لا يوجد اتفاقيات دولية حاكمة أو ملزمة بهذا الموضوع أسألك بهذا الخصوص تقول بأن شح المياه قد تكون مشكلة مشتركة لكن نحن نعاني أكثر من شح المياه هو قلة الإطلاقات المائية من دول المنبأ وهذا بفعل فاعل وليس فعل تغير مناخي أو جيولوجي أسألك هنا هذا المؤتمر هل من الممكن أن يخرج لنا بمستخلصات وتوصيات من الممكن أن يستقبلها تركيا وإيران للحديث حول هذا الموضوع لأن كلما نستضيف أحد من وزارة الموارد المائية يقول بأن هناك تحرك دبلوماسي إلى دول المنبأ لكن لم تأخذه الدول المجاورة بجدية أنا أتفق مع حضرتك موضوع شح المياه يأتي بالدرجة الأولى إذا أريد نطي درجات الدرجة الأولى هو حبس المياه من دول المنبأ سواء بإقامة الخزانات والسدود أو تغيير مجاري الأنهر في جداول وأنهر غيرت بالكامل مسير جريانها بحيث لم تدخل للعراق ثانيا يأتي بعدها موضوع التغييرات المناخية وأيضا الاستخدام المقنن للمياه مؤتمر المناخ في البصرة حقيقة مؤتمر مختلف عن أي مؤتمر لين يكون هناك فيه بحوث علمية أو غيره وإنما هو انطلاقه لإعلان حزمة من المشاريع في كلمة دولة السيد الرئيس إن شاء الله سيتم إطلاق حزمة من المشاريع حزمة تنفيذية وواقعية لبداية مرحلة نسميها الاستجابة لمواجهة التغييرات المناخية وخاصة وإن في بداية عمر الحكومة هذا قطط بهذا الشكل إذن الموضوع لا يتعلق فقط بشوح المياه تتحدث عن مؤتمر في البصرة البصرة تضم عمليات استخراج نفط تسبب تلوث كبير في المياه وفي الأراضي الزراعية وعلى صحة المواطنين وهناك أيضا مساحات واسعة من حقول للغام حتى أن هناك تقرر تقول أن لكل مواطن حصة من هذا الألغام تصل إلى لغمين على الأقل هل سيتضمن هذا المؤتمر هذه الملفات؟ نحن المؤتمر متخصص بالمناخ حقيقة الموضوع الألغام أيضا هو موضوع مؤثر فيما يخص موضوع التلوث في البصرة وخاصة موضوع حرق الغاز جولة التراخيص الخامسة التي وقعت خلال الأسابيع الماضية حقيقة سوف لن يكون هناك غاز محترق خلال أقل من ثلاث سنوات سيتم استثمار الغاز بشكل كامل لا بل سيتم تنقيب أيضا عن الغاز لاستثماره وتستخدامه بدل الوقود لأنه أقل باعث للكاربون مؤتمر المناخ مخصص بشكل كامل لتنفيذ مشاريع لوضع رؤية للبلد وبداية حكومة السيد السوداني أنه مشاريع تنفذ على مدة عدة سنوات نحن نسميها مشاريع التخفيف والتكيف لأثار التغيرات المناقية وبدعم من المنظمات الدولية والدول المانحة أيضا ستكون حاضرة في المؤتمر مسايد علي اللامي مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ شكرا جزيلا ضمامك شكرا جزيلا